نذكر الأراء الفقهية في المسألة ونحسم هذا الموضوع إن شاء الله النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى قدي نحكي لكم حكاية الدكتورة فاطمة الدكتورة فاطمة أستاذ في الجامعة أستاذ في إحدى الجامعات ووصلت دلوقتي لغاية مثلا حوالي عندها حوالي 37-38 سنة بناء على الكلام اللي هي بتقولهم دكتورة فاطمة ولدها راجل صعب جدا مستخصر يجوزها لأي حد كل ما حد يجي لها يتجوزها الراجل بيرفض بشدة بحجة أو بأخرى بطريقة أو بأخرى وما اكتفاش بكده دخل البنت أكبرها أكبر الدكتورة فاطمة دي إنها تعمله توكيل توكيل بمرتبها هو بيروح يقبض المرتب بتاعها ويتاخد منه مصاريف وبالتالي بس إذا في الجامعة بيجيب له مبلغ كبير فهو بياخد المبلغ ده ودها مصاريفها فبالتالي أي حد كان بيجي يتجوزها كان بيطلع فيه القطة الفاطسة وبيطفشه الدكتورة فاطمة طبطت بحد زميلها واصارت إن هي طبعا تتجوزه القب بحاول يوقف الحال ما قدرش يعني حاول يوقف حال البنت لم يتمكن من ذلك كثيرا حاول يوقع بينهم معرفش جي يوم طبعا يوم الفرح يكتبه الكتاب أصار إن هو يمضيه على قيمة بتلتمائة وخمسين ألف جنيه أصار إن هو يمضيه طبعا العريس جنن وكان في حالة زهول يعمل إيه يتصرف إزاي العيلته موجودة والأسر موجودة ودفع فلوس ووضب شائته وعايز يفرح والناس عايزة تسعد هو جي يوم بيكتبه الكتاب طبعا يوم الدخلة العصر كده وده أصار والد العروسة إن هو يمضيه على قيمة بتلتمائة وخمسين ألف جنيه طبعا هو يعمل إيه رفض المهم قال له لا ما فيش جواز فاضطر إن هو عشان إنقاذه للموقف وافئ ومضاله على القيمة بتلتمائة وخمسين ألف جنيه وطبعا اتجوز البنت ودخل بيها وتاني يوم عمل جيه والده جيه والده طبعا يزورها ومها طردهم من البيت وقال لهم لا أمجوش أنتم مضطوني على هاتول الواقعي بل أنتم مضطوني عليها أنتم مضطوني عليها غزبا عني أنا وفقت على الإمضة عشان خاطر إن أنا أمشي حالي بس كده وعشان ما أفضحش نفسي وأفضح أهلي لكن أنتم تعملتم معايا المعاملة الوحشة اللي تخدم ربنا سبحانه وتعالى وكانت النتيجة طبعا أن الأب أصر واخد بنته وبعد للتين بس أو يومين اتنين من الزواج وحصل مشكلة وخلاف ووصل أمر الآن إلى المحاكم الأمر الآن في المحكمة في يد القاضي نتيجة لأن الناس مش بتراعي ربنا سبحانه وتعالى يا طرح يا جماعة رأيوك إيه في الموضوع ده وإزاي الدكتورة فاتمة تصرف مع والدها اللي مصر إن هو ياخد مرتبها وتصرف إزاي دولة نفسها ترجع لجوزها نفسها إن الموضوع يتحلم